داخل الدولة الأوكرانية وهذا تقدم الواضح للقوات الأوكرانية في الجنوب الأوكراني وبالتحديد في منطقة خيرسون هذه المنطقة التي أعلن رئيس الروسي فلادمير بوتين عن ضمها للدولة الروسية هناك الآن تخوفات متزايدة من استخدام فلادمير بوتين للسلاح النووي بعد قيامه أيضا عقب إطلاقه لتلك التحذيرات في خطابه الأخير للمجتمع الدولي من أنه سيقوم بالدفاع عن الدولة الروسية وإذا مضطر لاستخدام أسلاح النووي فإنه سيستخدمه بعد هذا الخطاب رصدنا تحرك للقطار النووي الروسي ناحية الحدود الأوكرانية هذا الأمر ينبئ بتطورات خطيرة وعظيمة للغاية هذا الأمر أيضا رصد معه تحرك للغواصة النووية في روسيا يعرفونها بأنها غواصة يوم القيامة هناك حديث كثير حيال هذا الملف المتزايد في الفترة الأخيرة والذي ينال اهتمام العالم أجمع خاصة مع نداءات زينينسكي الأخيرة للمجتمع الدولي بضرورة فرض عقوبات على الدولة الروسية وعلى المنشآت النووية الروسية وذلك بعد إعلان فلاديمير بوتين بأن محطة زابوريجيا النووية أصبحت الآن تحت إدارة الدولة الروسية كل هذه المعطيات تم بتطورات خطيرة للغاية مع إعلان رئيس روسي فلاديمير بوتين عن تعبئة عسكرية جزئية وإن كان بعض الخبراء أشاروا إلى أنها لم تكن تعبئة عسكرية جزئية ولكنها في حقيقة الأمر تعبئة عامة استهداف واضح للفئة العمرية ما بين 18 عاما إلى 60 عاما ضم حتى لفئات هناك عليها علامات استفهام كبيرة تتمثل في فئة المرضى، فئة التلاميذ، فئة المتقاعدين ترجمة نانسي قنقر